الحياء من الله أيها الإخوة لا منتهى له ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطني والله لا أستحيي من الله حتى إني لأظل متقنعا بثوبي إذا ذهبت الخلاء استحياء من ربي لا منتهى للحياء من الله وجاء عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال كما في الحلية أيضا قال لو خيرت بين أن أبعث وأدخل الجنة وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث قال محمد بن حاتم هذا من طريق الحياء من الله عز وجل يستحي أن يلقى الله عز وجل بذنوبه وهذا الفضيل بن عياض ما هي ذنوبه أمام ذنوبنا يقول لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث والله المستعان ولذلك وتأملوا فقه السلف رحمهم الله تعالى جاء في الحلية عن أحمد بن عاصم رحمه الله تعالى أنه قال أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي أحب أن لا أموت أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي كيف يعرفه؟ كيف يعرفه؟ ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ قال ليس المعرفة الإقرار به لكن المعرفة التي إذا عرفت استحييت هذه هي معرفة الله تبارك وتعالى حق المعرفة كلنا يعرف الله وأن الله موجود وأنه معبود بحق لا شريك له لكن أينا الذي يعرف الله معرفة يستحيي منه في جميع شؤونه وفي كل خلواته وفي أي مكان وفي أي حين هذه هي المعرفة الحقيقية لله تبارك وتعالى أن تمتنع عن ذنوب الخلوات ترجمة نانسي قنقر